اقتحم وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ونحو 2250 مستوطنان باحات المسجد الأقصى المبارك فأشرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالمسجد الأقصى إلا أن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير ووزير شؤون النقب والقليل ينفاك فامرولوب برفقة معات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد بحماية من شرطة الاحتلال للتطرف عنوان وهذا الوزير الإسرائيلي هو عنوان التطرف في حكومة الاحتلال إتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم بصحبة أعضاء بالكنسة ومئات المستوطنين والمتطرفين باحات المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله كل ذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبالتزامن مع منع المصولين الفلسطينيين من دخول المسجد الشريف بن جفير وخلال اقتحامه للمسجد الأقصى زاد من استفزازاته وقال إن هناك تقدما كبيرا في فرض السيادة والسلطة على المسجد مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تضمن لليهود الصلاة في بحاته زيارة تلقي بمزيد من الزيت على النار المشتعلة بالمنطقة في تعليقه قال مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إنما قام به الوزير بن جفير انحراف عن التفاهمات المستمرة منذ عقود في المكان والتي تحضر العبادة اليهودية هناك من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ياير لابيد إن حملة وزير الأمن القومي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى تعرض حياة الإسرائيليين وقوة إسرائيل للخطر كانت آخر زيارة لابن جفير للمسجد الأقصى في يوليو الماضي ودائما ما تؤجي مثل هذه الزيارات التوترات بشأن الحرم القدسي في وقت يتهدد المنطقة خطر نشوب صراع إقليمي واسع إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته